عشان نقدر نعمل تصميم ناجح لازم نحقق الوظيفة اللي اتعامل من اجلها المبنى ده فلو بصينا على المثال اللي قدامنا هو مسجد ابيجو اللي موجود في ناجيريا والمسجد ده المعماري قدر يطبق فيه معايير التصميم المستدام فهلناء المعماري احترم طبيعة الموقع هناك وابتدى يدرس المواد المتوفرة هناك فابتدى يستخدم في بناء المسجد ده توب اللاتريت اللي بيبقى خليط من الاسمنت والرمل مع كسر التوب ومن مواصفات التوب ده ان بيقدر يعمل عزل جيد للحرارة فهيقدر المعماري يقلل للاحمال الحرارية على المبنى وبالتالي هيقدر يوفر في الكهرباء وهيرشط في السلاك الطاقة ومش بس كده كمان يبتدى المعماري في التشكيل بتاعه في الوجهات يبدأ يرس التوب ده بطريقة معينة عشان تسمح بدخول اكبر قدر من الاضاءة الطبيعية لكن بطريقة غير مباشرة ترجمة نانسي قنقر